اشتركوا في القناة اما بالنسبة للهداب الوسطى ومنطقة الاوراس هنا الامطار ستكون اكثر استمرارية يجب اخذ الحيطة والحذر بعض الامطار تبقى مرتقبة نحو الهداب الغربية تحسن تدريجي في حالة التقس ابتداء من اواخر النهار بينما مناطق شمال السحرة والواحات هي الاخرى ستخصها بعض الزخات من الامطار احتمال تشكل خلايا رعدية منعزلة نحو منطقة الصورة خلال الظاهرة هنا قد تكون ايضا مرفوقة ببعض الامطار المحلية واجوء مشمسة بالصحراء الوسطى الى غاية اقصى الجنوب للاشارة زوابة رملية ستنشط بشمال الصحراء الواحات واقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى 8 درجات بالبيض والجلفة بينما تتروح من بين 10 الى 16 درجة بالمناطق الشمالية الاخرى 16 ايضا بشمال الصحراء والجنوب الغربي في حدود 24 درجة بيديزي لن تتعدى 20 درجة بتمن راس وترتفع الى 29 درجة باقصى الجنوب الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستتروح من بين 18 الى 21 درجة على كل المناطق الوسطى والشرقية بينما ترتفع بغرب البلاد لتصل الى 21 درجة بتيارة سعيدة والبيض ترتفع الى 28 درجة بتنمسان تقريبا نفس المقياس بوهران 29 درجة جنوبا ببشار 30 درجة ببيسكر الواد وورغلا 38 درجة بالصحراء الوسطى 33 درجة فقط بتندو فترتفع الى 42 درجة باقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد سيكون جميل الى قليل الاتراب نحو سواحل الوسطى والغربية رياح ضعيفة بسواحل الشرقية ضعيفة ايضا بسواحل الوسطى والغربية هنا تأتي نادمنا تيارات غربية الى الشمالية غربية تدور احيانا الى جنوبية غربية نحو سواحل الغربية بالنسبة للقارة الاوروبية الاجواء ستكون مستقرة على اغلب عواسم القارة عدى بيروما ستشد اتراب جوي مرفوق بامطار لكن الحرارة ستكون مرتفعة تصل الى 26 درجة جوى مستقرة بمدريد ب24 درجة نفس الاجواء تقريبا بلاشبونة كذلك ببرلين ب25 درجة ترتفع الحرارة الى 27 درجة بباريس مع اجواء مشمسة تماما بفينة ب24 درجة نفس الاجواء تقريبا باسطنبول وقت شرق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الخامسة صباحا و31 دقيقة والغرب على السبع مساء و59 دقيقة مشاهدين اشكركم على حسين متابعة ودمتم في ارواح